دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على أخبار الشوارع نشوف بقى في سيولة مرورية ولا في زحمة هنعرف دلوقتي يا شد هنروح دلوقتي مشاهدينا لزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر عشان نتعرف منه على أحوال المرور النهاردة من داخل الإدارة العامة للمرور صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا ليندا وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور كل عام وكل المصريين والإخوة الأقباط بألف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد ويمكن النهاردة طبعا اليوم الخميس يوم خميس على غير العادة النهاردة في سيولة مرورية كبيرة جدا بتشهدها جميع الشوارع والمحاور والطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة وخليني أصارب مع حضراتكم دلوقتي الطرق والمحاور الرئيسية أخبارها إيه في السيولة المرورية أو الكسافة لكن يعني يمكن النهاردة ما فيش أي كسافة مرورية حتى في الطرق اللي احنا مشينا فيها وصولة للإدارة العامة للمرور كل الطرق فيها سيولة مرورية كبيرة جدا النهاردة خليني أبدأ مع حضراتكم على طول من خلال الكاميرات المسبتة للإدارة العامة للمرور وهبدأ بأول طريق معنا هيكون بنزايد الشمالي في العاصمة الإدارية الجديدة طريق بنزايد الشمالي في العاصمة الإدارية الجديدة في سيولة مرورية تامة أمام فندق الماسة في جميع الاتجاهات الداخل للعاصمة الإدارية أو الخارج منها من بنزايد الشمالي هنتحول إلى طريق ومحور هام جدا طريق الأوتوستورات طريق الأوتوستورات زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية تامة بالنسبة للاتجاه المتجه إلى سقر قريش والجيزة أو الاتجاه الآخر المتجه إلى القاهرة الجديدة والمعادي فهيكون فيه سيولة مرورية تامة في طريق الأوتوستراد من طريق الأوتوستراد نتحول إلى طريق السويس طريق السويس هيكون فيه سيولة مرورية تامة بالنسبة للاتجاه المتجه إلى السويس أو القادم من السويس ومتجه إلى القاهرة هيكون فيه سيولة مرورية تامة موجودة على طريق السويس من طريق السويس هنتجه إلى طريق المريوتية طريق المريوتية زي ما حضراتكم شايفين هيكون فيه سيولة مرورية تامة بالنسبة ليه مطلع المريوتية هيكون أيضا فيه سيولة مرورية وبالنسبة ليه اتجاهات المريوتية المتجه إلى طريق الوحات هيكون فيه سيولة مرورية وأيضا للاتجاه الآخر المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون فيه سيولة مرورية بيشهدها طبعا طريق المريوتية بالنسبة ليه المتجه إلى الوحات حابين أننا نطمئن طبعا على طريق الوحات فطريق الوحات هنا هيكون فيه سيولة مرورية يمكن هذا الاتجاه تحديدا على غير العادة الاتجاه المتجه إلى جامعة القاهرة وشوارع الجيزة هيكون فيه سيولة مرورية تامة أيضا هذا الاتجاه أو هذا المنزل المتجه إلى الطريق الزراعي أو إسكندرية الصحراء وهيكون فيه طبعا سيولة مرورية تامة وهذا الاتجاه هو المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون أيضا هناك سيولة مرورية طبعا من منزل ميدان الرماية هيكون فيه أيضا سيولة مرورية تامة في هذا الطريق الحيوي فيه سيولة النهاردة على غير العادة أيضا الوحاد هنتجه إلى أعلى القوس الغربي أعلى القوس الغربي ده الطريق طبعا المتجه إلى شبرة بنها الحر وكبري تحيا مصر وهذا الاتجاه هو المتجه إلى طبعا مدينة 6 أكتوبر أسفل القوس الغربي ده هيكون طبعا الطريق الزراعي هنشهد أيضا سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين في جميع الاتجاهات هنتجه من أعلى القوس الغربي إلى منطقة المنيب وتحديدا في منزل الصعيد زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي منزل الصعيد هو يعني على غير العادة أيضا النهاردة هيكون في سيولة مرورية تامة في جميع الاتجاهات بقى يعني كنا بنشاهد دائما في كسفات في هذا الاتجاه المتجه إلى المعادي وحلوان والقاهرة الجديدة بسبب الأعمال الإنشائية اللي موجودة لكن النهاردة هيكون في سيولة مرورية في هذا الاتجاه وأيضا الاتجاه الآخر القادم من المعادي وحلوان والقاهرة الجديدة ومتجه إلى المنيب هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة في منزل الصعيد من منزل الصعيد هنرجع للعاصمة الإدارية وتحديدا بنزايد الجنوبي أمام منطقة الأبراج وتحديدا البرج الأيكوني هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات الخاصة بطريق بنزايد الجنوبي من بنزايد الجنوبي هنتحول إلى منزل المريوتية منزل المريوتية هذا الاتجاه هو المتجه إلى المعادي والتجمع هيكون فيه سيولة مرورية تامة وهذا الاتجاه القادم ومتجه إلى الدائري والطريق الوحاد أو صفت هيكون أيضا هناك سيولة مرورية تامة في جميع الاتجاهات من منزل المريوتية سنتحول الآن إلى محور هام جدا وهو محور 26 يوليو زي ما حضراتكم شايفين محور 26 يوليو تحديدا في نقطة أعلى السودان هيكون فيه سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات هذا الاتجاه هو المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر وميدان لبنان هيكون هناك سيولة مرورية تامة وأما هذا الاتجاه أيضا هيكون متجه إلى كبري 15 مايو ومناطق الزمالك والقاهرة هيكون أيضا هناك سيولة مرورية تامة فأيضا على غير العادة أن هنا طبعا بالقرب من ميدان لبنان أو نزلة السودان تحديدا هيكون فيه سيولة مرورية موجودة من شارع السودان هنتجه إلى طبعا كبري تحيا مصر في تحيا مصر هنا هنلاقي طبعا هناك سيولة مرورية تامة موجودة في كبري تحيا مصر إذن النهاردة بشكل عام بنشهد سيولة مرورية تامة في جميع المحاور والطرق الرئيسية المتجه إلى طرق القاهرة أو الجيزة وأيضاً الدائري الأوسطي عاد العمل إليه وتم فتح هذا الطريق مرة أخرى فإذن بشكل عام بنشهد سيولة مرورية النهاردة في أغلب شوارع ومحاور الجيزة بمناسبة النهاردة طبعاً هي يوم أجازة رسمي كل عام وكل المصريين والإخوة الأقباط بخير مرة تانية وبرجعلك في الستوديو ليندا شكراً يا محمود على كل التفاصيل دي يعني مشاهدين كان معنا زملنا محمود جميل من الإدارة العامة للمرور وزي ما هو قال في سيولة مرورية على كل المحاور والطرق وده بسبب الأجازة الرسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد كل صدق حضراتكم طيبين إن شاء الله دلوقتي هنرجع لشازلي وبسنت عشان يكمل بقية فكرة صباحية شكراً لك يا ليندا